صفتنا كده بداية التجربة بتاعتك والتعليم أونلاين بدتها ازاي وحققت منها قد ايه كناس مشاركين معاك مش في الوسطى تمام هي مبدئيا القصة بتاعت التعليم أونلاين ديت انا بدأت ان انا بحضر كذا مؤتمر حضرته ابتداء من سنة 2015 في معرض من المعرض الكبيرة اول التعليم اللي هو معرض بيت الموجود في انجلترا فده المعرض ده انا بحضره يعني حريص ان انا حضره كل سنة من سنة 2015 اخر سنة كنت موجود فيها السنة دي ما كنتش موجود يعني فتفرقت على يعني ده معرض انت حضرتك بتشوف معظم دول العالم موجودة بتيجي تقدم المنتجات بتاعتها وتشوف الدنيا شكلها ايه فبصراحة يعني انا كنت براع عشان حاجة واحدة بس انا عايز اعرف الناس دي عندها ايه ينفعنا عشان نطور عندنا الدنيا هنا ونمشي هنا بنفس الستايل بتاع العالم المتقدم بالفعل كان في بعض الحاجات اللي تتماشى معنا واللي انا شايفها كويسة جدا جدا ولكن كانت ما نقدرش نلزم الطالب بيها او نشوف الطالب بيها لان سعرها عالي جدا يعني على الطالب اللي كانت هنا فشركة من الشركات اللي انا مثلا قابلتها هناك او شفتها هناك وكلام من ده كانت مقرها اصلا في انجلترا ثم اصبحت مقرها ليها مقر هنا في مصر شركة اسمها ناجو استادي واخبال حضرتك ده المقر بتاعها موجود في انجلترا واخبالك وحضرتك وجات هنا بقى في مصر وبدأوا نتعامل مع بعض ونشوف الدنيا شكلها ايه كانت حاجة من الحاجات الهمة جدا 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 علشان حضرتك تنقل التعليم علشان حضرتك تخلي احنا عايزين نمشي مع السياسة العالمية خلاص خلصت يعني احنا في مصر ما ينفعش نبقى الورق واحنا الحمد لله انا عايز اقول لحضرتك يعني احنا عندنا في مصر فيه امتحان بيجي من جامعة كامبرج وجامعة ايدكسل بيمتح مطالبة في مصر كدولة من دول العالم اللي بتمتحان الامتحان ما فيش سنة بتعدي علينا الا وعندنا اوائل على العالم موجودين في مصر والحمد لله انا حضرت واحدة طالبة من الطلبة بتاعتي اللي كانت حصلة على اول مركز الاول على العالم في السفارة الانجليزية موجودة في مصر وحضرنا الكلام ده كل سنة فاحنا كمصر وكتعليم في مصر عادت تصفلي بقى ازاي وصلت اصلا انها تبقى الاولى على العالم ده حدث برضي ده حدث يكون عن طريق اونلاين وانها توصل الاولى على العالم ده لازم نشير اليه احنا عندنا هنا في مصر الطلبة بتاعتنا اللي عايزة تشتغل بيشتغل حضرتك بس انت بس قوله امشي كده وارسم له الطريق هو عايز يشتغل فهيشتغل ودي حاجة والله دي بالفعل لازم نبقى احنا حطين عيننا عليها في عندنا جوانب ايجابية وجوانب سلبية في عندنا بعض الطلبة عايزة قليل من الطلبة يعني برسنتج كده هو عايز يشتغل ورسم لنفسه خط وفي برسنتج مش رسم الخط ده ومش شايف الخط ده او لسه شخصيته ما تكونتش للرسم احنا بنحاول بنحاول نفهمهم ونحاول نحكي لهم القصص ونحاول نوريهم ازاي ازاي ان طالب كان عندي موجود في مصر ويجيله منحا في ألمانيا يروح يقعد في ألمانيا تلتة شهر او اربعة شهر الدكتور يبص عليه مصري طالب مصري الدكتور في ألمانيا يبص عليه ويقول له حضرتك هتبقى الاسيستنت بتاعي موجود معي انت طالب واسيستنت معي ليه علشان هو طالب ملتزم علشان هو طالب عنده فيجن وعنده حاجة عايز يعملها طالب تاني يجيني من برة واخبال حضرتك يجيني من برة بعد حوالي عشر اتنشر سنة انقطاع بيني وبينه ويقول لي انا عايز اقول لك على حاجة اتفضل يقول لي انا بقي الدكتور في جماعات كذا وطبيب في كذا وعايز اقول لك اني انا موجود هنا في مصر دلوقتي تم اني انا جاي علشان اعمل عمليات كذا وكذا وكذا نمازج مشرفة موجودة الكلام ده لما بنقوله للناس ولما بنقوله للطلبة والطلبة بتتفرج عليه وبتشوفه بيبقى عندهم حافز كويس فاللي عايز يعمل حاجة هيعملها تحت اي بند من البنود التعليم ده بقى اللي هو الان لاين ده بيعمل حاجة في منتهى الجمال بيخلي الطالب قاعد وموجود هو قاعد في مشكلة مشكلة هتحلها يعني هتحلها قدامك وكذا وهتحل المشكلة دي ده نبص على بكرة بكرة الطالب ده اللي قاعد في المشكلة دي هيبقى قاعد في مشكلة مش مشكلة التعليم ولا مشكلة سؤال مش عارف يحله لأ ده هيبقى قاعد ازد واحد لازم ياخد قرار في مشكلة معينة وهياخد القرار فاللي يخليه يعرف يحل القرار بتاعه أو يحل مشكلته أو يحل الهومورك بتاعه أو يحل assignment على البرتال اللي أنا حط طوله خلاص أنا بعده مش عشان التعليم أنا بعده عشان بكرة أنا ببص البكرة وأعطي إن شاء الله قادر أن ياخد قرار ولكن الفكرة جات لك إزاي؟ يعني هي الفكرة نفسها وتكوينها وتجميع الطلبة لا دي الورشة دي جات لك إزاي؟ إيه ما تحكش على حضرتك دي لازم أنك إنت إيه؟ الفكر إن أنا أنا بانشي مع الدولة واخبال حضرتك هو التحول الرقمي زي ما المواند صوريت بيتكلم فيها نو ايه؟ الدولة ساعدتنا الدولة ساعدتنا بإنها حطت الخط ده واخبال حضرتك والله الدنيا تغير هي صعبة شوية دلوقتي صعبة شوية عشان تغير فكرة بقاله زمن فكرة تعليم بقاله زمن عشان تيجي النهار ده وتغيره هو دي المشكلة اللي إحنا مستضمين لها